السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حنواصل اليوم إن شاء الله في شرح المادة هذه اللي هي مادة الميكانيك الهندسية وذلك من خلال الشابطر الرقم 7 الشابطر هذا اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Energy طيب المحتوى متاع أول محاضرة من الشابطر السابع هذا هيكون يعني أول شي Introduction وبعدين حنشوف Moment of Energy By Integration طيب حنبدأ مقدمة أول شي حنشرح شو ما نقم مقصود من Moment of Energy طيب حناخذ مثلا المثال الأول هذا هو أول مثال طيب عنا الجسم هذا اللي هو يعني عليه Load اللي هو طبعا اللي هو الويت اللي هو الوزن بتاعت الشخص هذا طبعا هنا باللاحظ أنه ما فيه انحناء لكن لو ناخذ المثال الثاني بنغير يعني المساحة اللي فيها يعني اللود هذا اللي هي أصبحت المساحة هذه كلها طبعا اللود هذا هو نفسه اللي هو الويت انتعت الشخص هذا طبعا باللاحظ أنه فيه صار انحناء طيب من المتسبب في الانحناء اللي هو طبعا ال W حسب يعني ال W هذا صار انحناء لو نشوف الفرق في السكشن لو نسوي Cross Section هنا باللاحظ أنه هو نفسه هذا يعني ال Center بيكون هنا وأما ال Cross Section امتعت الثانية بيكون هنا باللاحظ أنه اللود لما يكون هنا بيكون قريب من Center لكن هنا لما نسوي اللود بيكون يعني بعيد على Center لعشان كده صار يعني الانحناء يعني احنا حنجيب باراماتر اللي علشان نشوف يعني مدى تأثره اللود بالانحناء هذا اللي هو اسمه Area Moment of Inertia يعني Area Moment of Inertia امتع اي شكل من هشكال هو يعني لو علاقة مباشرة بالمساحة يعني المساحة امتعت الجسم اللي هنسوي عليها اللود هذا من خلال يعني Cross Section اللي هي يعني عندها ارتباط بال Displacement امتعت الاريا هذي بالنسبة لل Center Weed يعني هذا هو الشرح متاع الاريا Moment of Inertia هنشوف الحين كيف نجيب Moment of Inertia من خلال الانتغريشن طيب هناخذ مثلا المساحة هذي هي المساحة هنسوي لها Moment of Inertia متاعها اول شيء بنحدد المحاور طبعا المحور هذا هو المحور X وهذا المحور Y إذا كان نشتغل مثلا على المحور Y هذا هو المحور Y طبعا هنقسمه إلى الزاء صغيرة اللي هي D D A يعني الامت من الاريا طبعا المسافة متاع كل الامت هتبعد على المحور هذا هتكون هي Y هذه المسافة Y يعني احنا هنشتغل على المحور X يعني لو نسوي التكامل متاع ال Y D A ال Y اللي هي المسافة متاع كل الامت والمحور هنسوي عليه يعني العزم هذا ونضربها في الامت اللي هي D A بنتحصل على ال QX ال QX بنسميها First Moment لأنه هنا قوة واحد يعني عشان كده هي اسمها First Moment لكن إذا كان نزود تصبح مثلا Square قوة 2 يعني Y قوة 2 D A بنسميها Second Moment طيب إذا كان هنا هذه يعني حسب المحور X إذا كان ناخذها على المحور Y يعني تصبح عندي Q Y هتصبح التكامل متاع X D A اللي هي طبعا تعتبر First Moment نفس الشي إذا كان ناخذ Second Moment بتكون التكامل متاع X Square D A يعني هذه بتكون حول المحور X وهذه هتكون يعني اللي هي Second Moment اللي هي حول المحور Y هذا هو الفرق يعني Second Moment هذا من الثنين نعتبرهم Second Moment هما نفسهم نسميهم Moments Of Inertia يعني متاع أي جسم لكن الأول بيكون حول المحور X والثاني بيكون حول المحور Y يعني بسفة عامة هنرمزه بال I X I جاية من كلمة Inertia I X يعني هو هيكون الممتوف Inertia حول المحور X طبعا هيكون التكامل متاع Y Square D أي هذا قانون يعني متاع الممتوف Inertia About X Access إذا كان ناخذ المحور Y هنرمز بال I Y هيكون التكامل متاع X Square D A يعني هذا حول المحور Y طيب نتفي بهذا القدر إن شاء الله في محاضرة قادمة